السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبار المساء وعناوين مثيرة وتغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني وانتهاء أزمة الأهلي مع منتخب مصر بعد تحديد موعد الصفر إلى تنزانيا الكشف عن طاقم تحكيم الأهلي أمام سيمبا التنزاني وأيضا بعد تألقه مع الأهلي شوبير أساسي أمام نيوزولندا وفي البداية ما ننساش نعمل الاشتراك في القناة وانفعل الجرس عشان نوصلنا كل جديد لايك للفيديو استقر السويسري مارسي الكولر المدير الفني إلى إجراء تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني والتفكير في بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريقة ويأتي في مقدمتها عدم الدفع بعمر كمال عبد الواحد في مركز الدفاع مرة أخرى وبجانب تجهيز كريم فؤاد يلعب في مركز الظهير الأيمن وليس الجناح بجانب تصويب أخطاء بعض لاعب الفريق المدافعين وأبرزهم رامي ربيعة وعلي معلول ومحمد ثاني وتوجيه إنزارات شديدة اللهجة لهم من ناحية أخرى اجتمع كولر مع أحمد جبلة طبيب الفريق لإطمئنان على الإصابات الموجودة في الفريق حتى يمكن تجهيز بعض اللاعبين وأيضا لإطمئنان على كافة الترتيبات الطبية الخاصة برحلة تنزانية المرتقبة لمواجهة سيمبا التنزاني إن شاء الله يوم الجمعة 29 من مارس الحالي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وعقد كولر اجتماع مع الجهاز الفني المعاون للفريق لبحث بعض الأمور الفنية وأيضا البدنية الخاصة بالتحضير لمباراة سيمبا التنزاني ويفاضل كولر بين يومي 26 و27 مارس الحالي لتحديد موعد الصفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ويلتقي الأهلي وسيمبا التنزاني في مباراة الزهاب 29 من مارس 2024 الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ومباراة العودة الساعة 10 مساء يوم 5 من أبريل على استاذ القاهرة الدولي يبدو أن الأزمة قد تتلاشى مع مرور الوقت فقد حدد مسؤول النادي الأهلي موعد صفرهم إلى تنزانيا لخوض المباراة المرتقبة أمام سيمبا التنزاني ليكون يوم 27 من مارس الجاري أي قبل اللقاء سيكون الصفر وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 29 الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة 9 بتوقيت السعودية وبعد تحديد الأهلي موعد الصفر يوم 27 من مارس انتهت الأزمة مع منتخب مصر بعد طلب الأهلي باستبعاد لأعبيه الدوليين من البطولة الودية اللي هتقام في مصر حتى يوم 26 من مارس ويرغب الأهلي في الوصول لحل من أجل انضمامهم للفريق قبل مباراة سيمبا التنزاني اللي تحدد موعدها يوم 29 في ظل التعارض مع معسكر منتخب مصر الممتد حتى يوم 26 وبيمثل موعد صفر الأهلي حلا للأزمة إذ يكون عقب نهاية معسكر منتخب مصر ما يعني عدم وجود أزمة في انضمام اللاعبين للفريق قبل الصفر ويخوض المنتخب الوطني كأس العاصمة الإدارية الجديدة بمواجهة نيوزولندا في الدور نصف نهائي يوم 22 مارس وفي حالة الفوز يلعب النهائي يوم 26 من مارس الجاري أما الفائز من تونس وكرواتيا وفي حالة الخسارة يلعب يوم 25 وكان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وصل تدريباته مساء الأمس على ملعب مختار التيتش وعقد مارس الكرة الجلسة مع اللاعبين وقاد أندرياس أندريا مخطط الأحمال فقرات بدنية متنوعة وكل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي ووسام أبو علي مهاجم الفريق ربما يلحق بإذن الله بمباراة سيمبا التنزاني في مباراة الزهاب في تنزانيا إلا تقام يوم 29 من مارس على ملعب بن جاميل مكابا في دار السلام في تنزانيا الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة 10 بتوقيت السعودي الأهلي وسمبا التنزاني التقوا 8 مرات من قبل الأهلي حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر في 3 لقاءات وحسم التعادل في نتيجة مبارتين الأهلي سجل 12 هدف فيما استقبلت شباكهم 7 هدف من سيمبا التنزاني نتمنى هذه المواجهة القوية لأن هناك بعض التصريحات النارية من مدرب سيمبا التنزاني عبدالحق بن شيخة حيث قال حان الآن لإقصاء النادي الأهلي من دور أبطال أفريقيا سإن شاء الله ستكون مباراة قوية ويفوز بإذن الله النادي الأهلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن طاقم التحكيم لمباراة الزهاب في ربع نهاي دور أبطال أفريقيا في تنزانيا يوم 29 فقد تم تعيين الحكم توم أبونجيل من جنوب أفريقيا حكم ساحة يساعده برضو أيضا بعض الحكام من مدغشقر كمساعد أول وثاني بينما يكون الحكم الرابع هو ألفريد تشافي من جنوب أفريقيا يتولى المورتاني دحان بيدا تقنية الفيديو بمساعدة أحمد امتياز من مرشيص توم أبونجيل سبق له أن أدار مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور ال16 من كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كود دوفوار وقد أكد مصدر داخل الكافة أن مباراة الزهاب ستقام يوم الجمعة 29 مارس على ملعب جميل مكابة في العاصمة التنزانية وتنطلق الساعة 9 مساء بتوقيت تنزانيا 8 بتوقيت مصر وأضاف أن مباراة الزهاب ستكون يوم الجمعة 5 أبريل على استاد القاهرة الساعة 10 مساء يأتي هذا بعد أن تهل الأهلي لدور الثمانية وتصدر مجموعة ونتمنى كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي الذي سيسافر بإذن الله على متن طائرة خاصة يوم 27 من مارس لمواجهة تنزانيا يوم 29 أخيرا معنا خبر من منتخب مصر حيث يقول الخبر أن أحمد أو أن مصطفى شبير سيكون أساسي أمام نيوزلندا بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي فيحق أو يحل منتخب نيوزلندا ضيفا سقيلا على منتخب مصر بقيادة حسام حسن وبعد تألق أحمد مصطفى شبير اقترب من حراسة مارمى منتخب مصر في مباراتهم الودية أمام نيوزلندا ويتواجد مع حسام حسن أربع حراس مارمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومهدي سليمان وبجانب مصطفى شبير وتواصلت اتحادات الكرة القدم بين كرواتيا وتونس ونيوزلندا وتم الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية هتقام في ملعب العاصمة الإدارية بحضور بعض الجماهير ويوفق للشكل الذي كان محددا من قبل ويلتقي منتخب تونس مع كرواتيا ومصر مع نيوزلندا على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم خمسة وعشرين ومباراة تحديد المركز الأول والثاني يوم ستة وعشرين من مارس نتمنى كل التوفيق لأولى مباريات حسام حسن مع منتخب مصر الذي فشل في أمم أفريقيا وفي النهاية أشكركم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته